دي حكاية واحدة مهمة حاضر انا قسم لا زعلت الحكاية اللي جاية دي من باب الحكاية اللي حضراتكم بتتريقوا عليها انما هي حكاية مهمة معلش يعني استحملوها شوية قالك انه الفيروس بتاع أنفلوانزا الطيور اتحور تعرف احنا كل سنة يجي لنا فيروس جديد كده احنا كنا H1N1 فاكرين زمان على فكرة انا في حلقة من الحلقات ويفت والطعام تضد الفيروس ده مهم يعني فقالوا انه اليومين دول فيه فيروس جديد اتحور لو سمحتم معلش حتتحكوا علي اليومين دول اغسلوا الفراخ كويس قوي وانتوا لابسين اي حاجة في ايديكم لو سمحتم وده فيروس ضعيف فالفيروس ده في درجة غليان 60 او 65% او 5 مقوية بيموت فطبعا اكيد كل الناس يعني يفضل اليومين دول انه الفراخ حضراتكو تسلقوها الاول معلش التاريق زي ما انت عايز بس بدل ما انت او العيال تلقى نفسك فجأة بتاع انفلوانزة وانت عايز تاخد المصل والمصل نجيبولك منين انا بقولك او من بدري بالمناسبة كمان